مازال الحرس الثوري الإيراني يوجه نوعا من التصريحات الحادة تجاه واشنطن ويعلن أنه أجرى مناورات عسكرية في مياه الخليج ومضيق هرمز في عقاب تهديداته بإغلاق المضيق في حال قامت واشنطن بالحد من شراء النفط الإيراني مناورات تأتي في ظل نوعا من عدم الوضوح الأمريكي في السياسة الخارجية تجاه إيران فمن جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى حوار دون شروط ولا يستبعد لقاء مع روحاني ومن جهة أخرى وزير خارجيته يصاعد من لهجته تجاه طهران أما فيما يتعلق بسوريا فخرجت تصريحات إيرانية مفادها أن التواجد الإيراني في سوريا استشاري ولن يخرج من هناك ما دامت الحكومة السورية تطلب ذلك التواجد إيران لن تخضع بسهولة هذا هو جوهر الرسائل غير مباشر التي تطلقها طهران لواشنطن عشية بدء الأخيرة شن عقوبتها على الإيرانيين الرسائل جاءت على عدة أشكال أولاها المناورات البحرية التي أجرتها القوات الإيرانية مؤخرا في مضيق هرمز يأتي هذا مع ترويح الرئيس الإيراني حسن روحاني بإغلاق المضيق الذي تمر منه 40% من الإنتاج العالمي للنفط بما في ذلك النفط الخليجي يتوازى هذا مع ما يبدو أنه تشكل لجبهة منوئة للسياسة الأمريكية في المنطقة لا سيما اتجاه إيران على عكس ما أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزل إيران عن العالم قررت بعض الدول المضية قدما في علاقتها مع طهران وزير خارجية كوريا شمالية يزور إيران هذا الثلاثاء أما الصين فقد أكدت أنها لا تنوي تخفيض وارداتها من النفط الإيراني وهو ما تطرق إليه وزير الخارجي الصيني خلال قيمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المشكلة الأولى هي صعود الأحادية والحماية حرية التبادل التجاري وأفق التطور في المنطقة تعرضت لضربة كبيرة هذه خطوة سلبية جدا تدركها جميع الدول وتؤمن أنه يجب أن يكون لها رد جماعي يواجه الخطوة الراديكالية بدأ هذا كله في عقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني لاعتباره اتفاقا هزيلا وفق رأي ترامب فيما ستخلفه عودة لعقوبات من بينها تصفير صادرات إيران من عدد من منتجاتها على رأسها النفط ومنع الشركات العالمية من الاستثمار في طهران الهدف من العقوبات كما ألمح مسؤولون أمريكيون هو إما قيام الحكم في إيران بتغييرات شاملة أو انهيار هذا الحكم برمته